اشتركوا في القناة واللاعب لو محمد عبد المنعم عنده وعد من الاهلي ان لو جاله عرضه اوروبي مناسب النادي هيسيبه يمشي ومحمد عبد المنعم في الوقت الحالي في شركة في مصر يعني الشركة بتتولى ادارة اعماله وتسويقه الشركة دي وعدته انها هتجيب له عروض من المانيا وايطاليا واسبانيا خلال الشتاء المقبل يناير القادم ان شاء الله او الصيف على اقصى تقدير الشركة قالت لعبد المنعم انه لو تقلق مع المنتخب الولمبي في كأس امم افريقيا هيلاقي عروض بسهولة خصوصا ان في ناس من اوروبا هتكون بتتبعه وعرفة امكانياته لكن مستواف كأس الامم هو اللي هيحدد اسم وقيمة النادي عبد المنعم في الوقت الحالي لسه عنده عروض دايما من الخليج لكن هو رفضها تماما ومتمسك بالاهلي حتى هذه اللحظة الى ان يأتي عرض اوروبي كبير النادي الاهلي في نفس الاطار وبالسبب عدم الوصول حتى هذه اللحظة لاتفاق مع محمد عبد المنعم وكي كان محمد عبد المنعم لسه فضل له مسيمين مع الاهلي بس الاهلي عايز يخلص اموره بدري بدري الاهلي في نفس التوقيت وفي خط موازي بدأ يفكر فيه التعاقد مع اسامة جلال مدافع فريق برامدز بنهاية الموسم الجاري عقد اصلا اسامة جلال هينتهي مع برامدز في نهاية الموسم ويحق له التوقيع الاي نادي في يناير القادم والاهلي عايز بخلاف اسامة جلال انه يتراكد كمان مع مدافع اخر لو رحل محمد عبد المنعم يعني عايز يعوى محمد عبد المنعم بانتين مدافعين منهم اسامة جلال مدافع برامدز ده فيما يخص محمد عبد المنعم